موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم في الستوديو الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خالد اليعقوبي أهلا وسهلا بك دكتور خالد في الستوديو الميادين بداية ننطلق من الحدود العراقية السورية حيث كانت الأبرز بالنسبة لي الجيش العربي السوري وحلفاء الجيش السوري وصلوا إلى الحدود مع العراق بانتظار أن يكون هناك ملاقات لهم من الجانب العراقي ولكن حتى الآن بما وصل إليه الجيش السوري وحلفائه كيف يمكن قراءة هذا التحول سياسيا وسط ما يجري في المنطقة من اشتباكات سياسية صباح الخير حضرتك صدية وإلى مشاهدي قناتكم والعاملين في قناتكم أهلا أكيد هذه التطورات مهمة وأساسية واحدة من المشاكل الأساسية التي حصلت هذا الأرباك في المشهد الأمني من عام 2003 هو خسارة الحكومة السورية لمساحات كبيرة من حدودها في قابلها عدم قدرة القوات الأمنية العراقية في ذلك الوقت لم تستكمل بعد وحدث ما حدث من خروقات وخسرنا مساحات كبيرة جهد عظيم حقيقة قامت بالقوات العراقية بداية في معركة الموصل والتي لا تزال مستمرة ولكن وصول القوات العراقية إلى الحدود السورية قلل كثيرا من إمدادات التنظيمات المسلحة وتنظيمات داعش وبالتالي أصبحت هناك فرصة جيدة أيضا للقوات السورية حتى تصل إلى هذه المناطق مسك الحدود قطع طرق الإمداد السيطرة على الموارد في هذه المنطقة أمر أساسي حقيقة وتعزيز الجانب العسكري ومحاولة السيطرة أنا أعتقد سيفرض واقع حلول أيضا سياسية للمفاوضات الجارية في سوريا وحتى في الجانب العراقي أيضا يقلل من هذا الاحتقان إلى حد كبير بين فرقاء السياسيين العراقيين لعادة ما كل ما نقترب من مشهد انتخابي يتصاعد المشهد الأمني ويلقي بظلالة على الواقع السياسي في بلدنا يعني حتى الآن إلى هذا الحد أو هكذا تصف المشهد في العراق؟ طبعا إحنا واقعنا السياسي حقيق لا يزال غير مستقر بشكل كبير لا يزال هناك تنافس على السلطة لا تزال نحن في الطريق إلى الديمقراطية لا نزال نستهلك في الصراعات أكيد طبعا لأن الحقيقة المنطقة يعني الولايات المتحدة لم تفي بالتزاماتها الأخلاقية على الأقل تجاه العراق وحتى القانونية قابلها عدم استقرار في العراق ولو كانت هناك حكومات في العراق مستقرة أنا متأكد تستطيع أن تضع الولايات المتحدة وحلفائها أمام طائلة كبيرة قائمة طويلة من التعويضات ومن السنين طويلة حسب القوانين الغربية وحسب القوانين الأمريكية مو حسب قوانيننا ولكن هذا الخلاف الكبير الذي نشهده وكل ما نتعافه هو سوء حظ أيضا لما تعافى العراق في عام 2010-11 وأصبحت قوى بدأ يستعيد قوى المنطقة تزت بالكامل وانعكست بالشكل المباشر على العراق بالنتيجة كل دول المحيطة بالعراق تعرضت إلى مشاكل وانعكست علينا إلى حد كبير ولكن لا نزال في هذا التنافس السياسي لا تزال هناك عدم اتفاق على وحدة الأمن القومي العراقي بين الأطراف السياسية على محددات سياستنا الخارجية هذه تضعف من قدرتنا في الخارج وأيضا تعزز يعني ما تساهم في حل سريع لمشاكلنا ما زالت السياسات الخارجية تحديدا مرتبطة بالشخص الذي يأتي رئيسا للحكومة؟ أنا أعتبر هي عبارة يمكن دائما أكررها حتى يمكن مشاهد تعب مني يسمعها مني هي السياسة الخارجية نعكاس لسياسة داخلية للبلد لما تكون سياسة داخلية للبلد بعدم توافق يعني هي القدرة مو قوة الأشخاص يعني كان يفترض يعني لو يكون هناك اتفاق سياسي مثلا اليوم رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة الخارجية للبلد يفترض أن تكون هناك اتفاق بين القوى السياسية على المحددات الأساسية لهذه السياسة حتى تظهر للخارج قوية أنا أعتقد إحنا ما نمتلك هذه في الوقت الحاضر يعني أقليم كردستان إلى سياساته وسمعنا اليوم في هناك دعوات دعوة إلى الاستتاة سنتحدث عن هذا الموضوع خلال الحلقة أطراف السنية العراقية لا تزال غير حاسمة أمرها في أقليم سني أو الانخراط في الحكومة وحقيقة مناطقهم تعاني من مأساة كبيرة هجر أغلب سكانها هدمت أكثر مناطقهم الشارع الشيعي أيضا الحقيقة منقسم إلى حد ما بين الكتل الرئيسية الثلاث الدعوة والتيار الصدري والمجلس الأعلى وصامتون يعني كمان هونيك يعني كسياسة حكومة الحقيقة هناك أصبح حدوء أكثر في وضوح بالمواقف أكثر ولكن نحن نتحدث عن الاتفاق بين كل هذه الكتل على سياسة خارجية للبلد وعلى محددات الأمن القومي وأكيد يبقى هامش التنافس الداخلي أكيد مسموح لا يمكن أن يكون هناك توافق كبير ولكن كل ما يعجل يعني الحقيقة من الاتفاق ويعني تذكر المعاناة والاستفادة من تجربة هذه الأربع طاعة السنة والتوقف عند الأخطاء للانطلاق للأمام أنا أعتقد اليوم الساحة فيها فرصة لو اتفق القادة العراقيون الحقيقة على تحديد هذه الأشياء بإمكان العراق أن يتعاقل سريعا ويعود الفرصة كل المنطقة على ما أذكر أنا وحضرتك قبل ثلاثة أو أربع سنوات هنا في هذا البرنامج وفي هذه القناة قلنا ما مر به العراق سيمر به العديد من الدول العربية صحيح وحسنتنا في العراق أننا لا نزال نحافظ على عنوان كبير اسم العراق بقية الدول قد تصمد أو قد لا تصمد ولاحظنا بلشنا من تونس ليبيا مصر أصبحت كل الجيوش العربية تحاول أن تحقق الأمن الداخلي وهي غير قادرة مشاكلنا الاقتصادية تراجعنا كثيرا في قطاع التعليم والصحة والتنشية الاجتماعية حقيقة تراجعنا كثيرا فالعراق حقيقة يمتلك كل هذه الإمكانات كبيرة من طاقات بشرية ومالية كل ما يحتاجه يحتاج وقام داخلي أكبر اتفاق سياسي أكبر وحقيقة هم يعني كلهم رفقاء الأمس اللي وصلوا إلى السلطة ولكن ما أعرف يعني ليش السلطة فرقت على كل حال سنتحدث بالطبع عن الأمن القومي العراقي تحديدا فيما تمر بها المنطقة سواء على صعيد العلاقات الخليجية الخليجية أو على موضوع التركي والعراقي وموضوع الاستفتاء ولكن لنعود للسؤال الأول يعني تحدثت وقلت حضرتك عن موضوع المكاسب السياسية لتقدم الجيش السوري على الحدود مع العراق وهي مكاسب قد يستفيد منها بالمفاوضات لاحقا موضوع جنيف أو أستنى ولكن برأيك طالما هناك تقدم إلى هذا الحد عسكري وميداني هل هناك حاجة لهذه المفاوضات بالنسبة للدولة السورية على الأقل؟ أكيد أنا في تقديري أكيد ما الذي يجبرها على عام؟ ما الذي يجبرها؟ أولا لا تزال هناك نفوذ كبير للقوة المسلحة أو سواء المعارضة المعارضة النظيفة أو المعارضة المسلحة اللي موجودة واللي مارسون القتل لا تزال إلها وجود كبير لا تزال إلها قوة داعمة وأكبر دليل على ما نقول اليوم الجيش الأمريكي أصبح في سوريا ولكن لم يستطع التحرك يعني هو غير راضي على وصول الجيش وحلفائه إلى الفقود ولكن موجود هو في الأراضي السورية ومحصن إلى حد ما في الأراضي السورية من كان يتصور أن بعد عشر سنوات مثلا نشاهد أن جيش أمريكي يكون في سوريا لم يجرؤ الأمير كان حتى عندما كانوا يحتلون العراق المساس في الأراضي السورية ولكن هي مع الأسف تراكم السياسات الخاطئة إلى حد ما جيد الجيش الروسي موجود في سوريا أنا أشوف حتى هناك وكأنه يعني سباق محموم على من يسيطر على الأراضي قبلها في مشهد يذكرنا حتى وكأنه في برلين في الحرب العالمية الثانية عندما كان هناك تسابق على من يكسب المزيد من الأراضي بشكل عام حقيقة الوضع في سوريا تصريح مهم كان البارحة إلى رئاسة الأركان الروسية عندما قالوا نستطيع أن نقول عمليا أن الحرب توقفت المناطق ذات التوتر أصبحت حقيقة تشهد استقرار إلى حد كبير ملامح خارطة الطريق لحل هذه القصة أعتقد بدأت تتوضح السيطرة العسكرية على المزيد من الأراضي ستحسم الكثير من هذه الأشياء السياسية في المفاوضات وهذا حقيقة منه جديد معروف أنه في عالم المفاوضات عندما تكون قويا وماسك الأرض تدخل تدخل منتشيا ومسيطرا لكن في المقابل يعني الفريق المقابل هي ليست مفاوضات عادية يعني هنا دول وهنا دول على كل حال سنتابع النقاش في هذا الموضوع ولكن نذهب إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار اللبنانية محور المقاومة وصل الأذرع قريب لم تعد كل الخطوط الحمراء الأمريكية قابلة للحياة في سوريا قرار دمشق وحلفائها الوصول إلى الحدود العراقية نفذ أمس ثلاث غارات أمريكية لم تردعهم عن المضي قدما في خططهم المرسومة خطوا منع تصادم أرسيا مع الأمريكي بالتفاهم مع الروس في محيط التنف لكن السباق نحو الحدود استحال أمس إلى كوريدور من عشرات الكيلومترات أقفل الطريق على الأمريكي وأعوانه شمال التنف وصول الجيش السوري وحلفائه إلى الحدود العراقية ينذر بمفاعل كبيرة على صعيد المنطقة ولا سيما أنه جاء في ظل كباش سياسي وأمني وعسكري مع واشنطن مسؤولون ميدانيون كرروا في تصريحات للصحيفة العبارة نفسها لن نسمح للأمريكي أن يمسك بكامل الحدود مهما كلف الأمر مستعدون للعبة حافة الهاوية أما في ملف المقلب العراقي فتواصل قوات الحجد الشعبي عملياتها العسكرية حيث ثبتت مواقعها عند الحدود السورية تضيف المعلومات أن خط التقدم لقوات الحشد سيكون من اتجاهين الأول من الشمال إلى الجنوب أي من طل صفوك وصولا إلى معبر القائم أما الاتجاه الثاني فسيكون من الشرق إلى الغرب وتحديدا من المناطق المحيطة بمدينة الرطبة حيث ستجهد المنطقة تحشدات لقوات الحشد التي ستنطلق من هناك لملاقات قوات الجيش السوري وصولا نحو معبر الوليد من دون أن يتم عبور الحدود من قبل أي من قوات البلدين في النتيجة حدث أمس يضيف عمودا إلى المعادلة التي أرسيت بتثبيت حكم دمشق ونظامها وخسارة جديدة لواشنطن في سبيل التخفيف من مفعيل ما بعد حلب وتأمين العاصمة ومحيطها فمحور المقاومة أرسى خطا جديدا في المعادلة الكبرى القائمة وصل الأذرعي قريب الحياة كردستان العراق لا تريد الانفصال التام أعلن المشرف على استفتاء إقليم كردستان العراق هوشيار زيباري أن الاستفتاء لا يعني الانفصال بالضرورة وأثار تحريد موعد الاستفتاء والانتخابات في الإقليم موجة من القلق الدولي وقال زيباري المقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الكرد سيعزز موقف الإقليم في المفاوضات مع بغداد لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق تلقائيا مصادر سياسية كردية رفيعة تؤكد أن الكردو برغم خلافاتهم لا يريدون تفويت هذه الفرصة في المطالبة بحقوقهم التاريخية ومن جهة أخرى فأن أحزاب الإقليم لا تريد لبرزاني أن ينفرد بتبني الاستفتاء ويظهر الأحزاب الأخرى بمظهر الخائن سبق لزيباري أن حاول الفصل بين الاستفتاء والاستقلال في تصريحات مختلفة فيما لم يتطرق رئيس الإقليم إلى هذه المسألة بل استمر في التأكيد على حق الكرد في تأسيس دولتهم والربط بين الاستفتاء والانفصال وهذا ما أكده أيضا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني كنا نتحدث قبل أن نستمع إلى الحدث اليوم عن الدور الأمريكي يعني غير مسرور الأمريكي بالتطورات التي تحصل على الحدود العراقية السورية لماذا حصلت؟ لماذا تركها تحصل؟ هل قدرته تراجعت؟ أم هناك تسويات أخرى؟ له وإحنا ذا يلاحظنا التدخل الأمريكي من حصر في سوريا لحد الآن حقيقة صارت مشاكل كثير مع حلفائهم الأول حقيقة خسروا من حلفائهم والأتراك دخلوا مشاكل كثيرة بسبب دعمهم لوحدات حماية الشعب الكردية أو وحدات الحماية الكردية ديمقراطية قصد نعم هم قدمونهم دعم وأثاروا حفيظة الأتراك وحتى زودوهم بنوعية من الأسلحة احتجت تركيا كثيرا وهددت في أكثر من مرة نعم أنه قد تتصدى عسكريا لهذا الأمر الأميركان عادة ما يمارسون كل الأشياء الخطأ حتى يصلوا للطريق الصحيح وإحنا من البداية يعني تحدثنا يمكن في أكثر من مرة وقلنا أن دخول الأمريكان متأخرا إلى سوريا الحقيقة ما ينطيهم هامش كبير من المرونة إلا بمحدودية معينة لمحاولة فرض ضغط في حلول سياسية لاحقة لأن الروس سبقوهم والإيرانيين سبقوهم وأصبحت هناك كلمة قوية للروس هم صاحبين الكلمة الأقوى في سوريا حاليا والإيرانيين أيضا لم يغادروا أساسا الروس بشكل أو بآخر هو هذا اللي نقوله بالنتيجة دخول الأمريكان متأخرا رح يسمح لهم فقط من خلال التنسيق مع وحدات حماية الشعب الكردي الحقيقة في المناطق المتاخمة لإقليم كردستان العراق واللي عادة ما تثير مشاكل كبيرة مع تركيا وأيضا في المساحات اللي بالحدود الأردنية بالتنسيق مع الأردن على أساس أن الأردن أصبح شريك قوي للولايات المتحدة أو للتحالف الدولي ولكن أنا في تقديري الأمير كان ما رح يستطيعون أن يمنعون لأنهم ما مستعدين يخوضون حرب على الأطلاق يعني هم محاولة وجودهم أنا وجهة نظري أعتقد أن الأمريكان سيتجنبون الدخول في صراعات مسلحة مباشرة على الأرض فأعتقد يضغط سياسي أكثر مما هو تحقيق أشياء عسكرية على الأرض أنا أعتقد القوات العراقية ماشية وهناهم أيضا نقطة التناقض الكبيرة في الجانب العراقي العمليات العسكرية تقودها غرفة العمليات المشتركة غرفة العمليات المشتركة ممثلة بشكل كبير مع الأميركان وتصير في عمليات تنسيق مع الأميركان ولا ينكر الحقيقة لولا الدعم الجوي الكبير لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ما تحققت المكاسب العراقية الكبيرة رغم التضحيات العظيمة التي قدمت للقوات العراقية على الأرض ولكن التكنولوجيا والغطاء الجوي ويوفر مساحات كبيرة للقوات العراقية على الأقل في البداية عندما كانت تقترب القوات العراقية وتصبح قواعد الاشتباك أقرب يكون أضعف كثيرا للغطاء الجوي ولكن قدموا الحقيقة هذا الإسناد الكبير للقوات العراقية ولكن بالتالي ممكن أن نتحدث أنه لا يمكن لأميركا أن تسمح بوصول الجيش العراقي والحشد الشعبي والحلفاء إلى الحدود مع فوريا لا وصلوا خلاص وصلت قوات الحشد الشعبي اليوم أولا قوات الحشد الشعبي خلاص يعني ما فينا نقول عنها بهذه الوصف هي أصبحت وفق القانون العراقي وتصويت البرمان هي جزء من منظومة الأمنية العراقية لكن هدفها ملاقات الجيش السوري هدفها كذا هدفها كذا ولكن قصد حركة قوات الحشد الشعبي تجري بأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي هو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أكيد لما يأطي أوامر إلى غرفة العمليات المشتركة فيها من المستشارين الأمريكان والبريطانيين وهناك تنسيق بين قوات التحالف الدولي والقوات العراقية إذن حركة قوات الحشد الشعبي على حركة السورية لا تجري بمعزل أو ضد الإرادة يعني مسموح الوصول ممنوع اللقاء مسموح الوصول هذا تصيف جيد هذا يعتمد على الجانب السوري إذا قدر يحقق مكاسب عسكرية أكبر ويستطيع أن يلتقي مع القوات العراقية هناك التفاف جرى بالأمس على القوات الأمريكية بالعودة إلى الموضوع الأمريكي ماذا تريد أمريكا من الوقوف بهذا الشكل يعني لا هي قادرة على الحسم لصالحها من الجانب السوري ولا هي قادرة على التراجع إلى ما قبل هذا الدور يعني ماذا تريد هل مقصود تركيا هل تريد تركيا مثلا والدور المقبل هو استمرار حالة اللا استقرار يعني استمرار حالة اللا استقرار لانتظار شيء ما في المنطقة وإلا ما هذه الفوضة اللي عم تجري في المنطقة من عام 2003 ولحد الآن حقيقة الولايات المتحدة لم توفق كثيرا في قراراتها نعم ودائما تعزز هذا مواقف التردد وما شفنا حتى في سنوات الرئيس أوباما لثمان سنوات كانت السنوات عديمة اللون والطعم والرائحة ما تفهم شيء من المواقف الأمريكية حتى الآن يعني ليس هناك من شيء واضح أنا توقعت من البداية قلنا الرئيس ترامب حقيقة منه رجل سياسة بعيد عن الواقع السياسي رجل بزنسمان عندما طرح أفكارها لما رح يجي للمسائل التنفيذية رح يجد مفاصل معقدة كثيرة وربما يعني سينشغل كثيرا بالوضع الداخلي وما رح يظهر للخارج بقوة وهذا ما شفناه حتى في أزمة قطر في أزمة كذا الموقف الأمريكي دائما موقف متردد مشغول داخلي لكن ليس متردد في موقفها على كل حال لن نحرق هذا الموضوع سنتحدث عنه ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير فيما نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود أراحب بضيفنا في الستوديو الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور خالد ريعقوبي أهلا وسهلا بك كنا نتابع الحديث عن موضوع وكنا نتحدث عن موضوع تردد أمريكا حضر قطر تقول أنها غير مترددة أو مترددة أنا قلت مترددة أنا قلت غير مترددة أنا قلت غير مترددة لأن هناك ازدواج إذا صح التعبير بالخطاب بين وزارة الخارجية وبين خطاب ترامب هناك لطافة إلى حد ما مع قطر بخطاب وهناك حسم بخطاب ترامب تجاه قطر تجاه قطر نعم حضر ليش أعتقد يعزز الرأي هي مترددة هي غير جادة بحسم الأشياء أنا دائما كنت أقول حتى الحسم العسكري ما يجري في العراق والسوريا كان بانتظار نتائج سياسية تتحقق على الأرض وحتى في الأزمة القطرية قطر أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة موجودة في قطر العمليات المركزية عمليات احتلال العراق عام 2003 من قطر أصبحت وتريدها الإمارات لهذه القاعدة وهناك تفاهمات كبيرة في يوم وليلة مثلا وجدوا أن قطر داعمة للإرهاب أكيد هذا الكلام يعني ما ينتهي على حال والسعودية غير داعمة للإرهاب أو السعودية حقيقة هو صراع هناك اليوم جيل ظاهر في السعودية جيل شاب يمكن أنا كتبت في مقالها في وقتها قلنا جيل يجهل التاريخ كثيرا أو يعني لا يعير أهمية للتاريخ وحقيقة مستعجلين ويؤمنون باستثمار القوة لتحقيق مكاسب سياسية ومحاولة فرض وصاية أو هيمنة يعني إذا لم ت... يا إما أو لا يا إما تكون معي أو أنت تتعرض للضغوط الكبيرة وكذا قطر في واضحة قطر هي دعمها للأخوان والسعودية يعني دولة بصراحة المذهب الوهابي هو المذهب المسيطر ويبدو خلاف بين الأخوان والوهابية أساسا كافي هناك لترامب يعني اتهامات للسعودية بأنها ما أنت ذات راجعين حديث ترامب الانتخابي حقيقة وفى بوعد واحد فقط قد ما قال على دول الخليج أن تدفع مقابل الحماية خلاهم يدفعون لحد الآن هذا الذي تحقق فقط وأعتقد الأزمة القطرية ربما جزء من هذا الوعد يعني إتفعوا كما دفعت السعودية قطر إذا تدفع بكرة تنحل كل مشاكل يعني هل كانت ممانعة قطر من الدفع حتى يصار إلى هذا الحصار معها حتى القائمة اللي طلعوها بمجموعة الأرهابيين الـ 36 ورثماني و30 اللي ظهرت البارحة كلهم من الدول التي لم تمنع من السفر إلى الولايات المتحدة فشو هالتناقض هذا يعني شو هالتناقض أنا أعتقد أنا أعتقد أن قلة خبرة ترامب السياسية لأن الرجل مو سياسي ولم يشتغل يوما في السياسة قبل أن يظهر كرئيس أنا أعتقد يعني ومحاولة التركيز دائما في الخطاب الأمريكي وأنا أستمع لتصريحات كثير من المسؤولي الأمريكان عادة ما يركزون على أن لا خلاف داخل المؤسسات الأمريكية وأن رئيس البلاد هو من يسيطر أو يوجه دفة السياسة الخارجية كل مسؤول أمريكي يتحدث يردد هذه العبارة هذا ينطيئ انطباع شخصي اللي على الأقل أن هناك خلاف حقيقي بين المؤسسات الأمريكية وأن هناك من يسيئ وأن هناك من يحاول أن العسكر يتجهون لا تم الحديث كثيرا عن موضوع الدولة العميقة في أمريكا وحتى البارحة الرئيس ترامب في حديث عد ما قطر عد ما يقول أنا وجهت وزارة الدفاع والقادة العسكرية والسياسة والوزارة الخارجية بأشياء معنا هو يعني ما مفضل أن يتحدث بهذه الطريقة لو كان مسيطرا على كل الأجهزة الأمريكية فلذلك هناك مؤسسات تحاول أن تستفيد من الوضع كما وقع العراق ضحية الخلاف داخل المؤسسات الأمريكية ولم نجني شيئا سوى الأمريكان احتلوا العراق بـ 19 يوم ولم يستطعوا أن يحققوا أمن في قرية من قرى العراق وليس في مدينة طيلة 8 سنوات بالرغم من وجود 150 ألف جندي أمريكي مدعومة بقرارات دولية تعطيها كل الحصانة سنتابع النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والزميلة بيسان طراف إليك بيسان أهلا بكم جولة على أبرزي معا ونتهي بعد الصحف العربية الصادرة هذا الصباح البداية من العراق مع عنوين بارزة صدرت الصفحة الأولى لصحيفة الصباح في العنوان الأول فيتو حكومي ودولي ضد انفصال كردستان تأكيد أمريكي روسي ألماني تركي على وحدة أراضي العراق مكتب رئيس الوزراء الحكومة العراقية تسترد إلى الدستور باعتباره مثل المرجعية القانونية والسياسية في تحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم الحجر يحرر تل سفوق ويقطع أبرز ممرات الإرهابيين أمن أكثر من ألف كيلومتر مربع خلال عمليات محمد رسول الله ومن عنوين هذه الصحيفة البارزة أرملة داعش السوداء تلقى حتفها في الحويجة الاستخبارات تعثر على دبابة مخفية داخل تريلا في حي تموز ننتقل إلى أبرز معنونة صحيفة الحياة السعودية واشنطن تدعو السعودية والإمارات إلى تخفيف وزلة قطر تركيا ترسل سفنا حربية وطائرات إلى الدوحة ومسؤول أمريكي يحضها على تحسين سلوكها الأزمة مع قطر تبدل التحالفات وروسيا تحسن قطر ربح والخسارة بين دعوة موسكو إلى حوار وريهان على مكاسب الغاز وأيضا عنوانت هذه الصحيفة قوات سورية وعراقية تلتقي على الحدود إصرار إيرانيون على فتح طريقا يربط دماشق ببغداد أما صحيفة الأخبار اللبنانية فبدورها عنوانت في العنوان البارز محور المقاومة وصل الأذرع قريب إلى الشأن اللبناني حيث عنوانت هذه الصحيفة قانون الانتخاب تقدم جديد بسيل على وشك تحقيق إنجاز الانتخابين كبير للانتشار اللبناني دوليا عنوانت هذه الصحيفة ترامب يغطي حسارة قطر على دوحة وقف تمويل الإرهاب من لبنان ننتقل إلى الإمارات مع عنوان بارز تصدر صحيفة الاتحاد واجاء فيه ترامب لا بد أن تتوقف قطر عن تمويل الإرهاب الإمارات ترحب بتصريحات القوية ضد رعاة التطرف بدورها صحيفة الرأي القطرية عنوانات أردوغان لن نرضى إلا برفع كامل الحصار عن قطر أكد استمرار دعم القطريين أو دعم القطريين وعدم تركهم وحدهم ومن عنوان هذه الصحيفة البارزة وزير الخارجية ندد بمحاولة تعبئة الرأي العام الدولي قائمة الإرهاب جزء من الاتهامات المرسلة ضد قطر وزير الخارجية الأمريكي حصار قطر غير مقبول إلى صحيفة الدستور الأردنية في العنوان الأول 300 ألف أدوا الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى رغم الإغلاقات والحواجز وإجراءات الاحتلال المشددة السعودية وثلاث دول عربية تدرج 59 شخصية مرتبطة بقطر في قائمة إرهاب ترامب قطر لديها تاريخ بتمويل الإرهاب على مستوى عال جدا وأيضا عنوانت هذه الصحيفة موسكو الجيش السوري يسيطر على 105 كيلومترات من الحدود السورية الأردنية النظام يتقدم في الريف الغربي للرقة على حساب داعش وختاما مع عنوين بارزة تصدرت صحيفة عمان العمانية في العنوان الأول عشرات القتل والجرح في تفجير الانتحارين بالعراق امرأة تفجر نفسها بحزام الناس في سوق بالمسيب وأيضا عنوانت هذه الصحيفة ماي تلقق الملكة وتعلن عن المضيف عمليات الانسحاب من الأوروبي اتجاه لتشكيل حكومة ائتلافية بعد برلمان بلا أغلبية في بريطانيا مع هذا العنوان نختم جولة شكرا للمتابعة ولان نعود إلى برنامج آخر طبع شكرا للزميلة بيسان تراف على قراءة عنوان الصحف العربية الصادرة اليوم عنوان كثيرة منها التفجير في المسيب بداية نتعليق على هذا التفجير حتى نذهب إلى مواضيع أخرى هل ممكن أن تكون هذه فاتحة وعودة للتفجيرات السابقة؟ لا بالعكس هو الأشياء بس هو كانت تفجير بحزام ناصف وبكل أسف تحصل هذه الخروقات يعني لإنشغال القوات الأمنية في مواجهة الأرهاب يعني معاك مفتوحة تخلق هل مازالت هناك خلايا نائمة؟ هل داعش تتسرب إلى الداخل؟ أنا في تقديري السياسة الأمنية في البلد يعني رغم كل المنجزات العسكرية التي تحققت بس أنا على حد ما أؤمن بأنه بحاجة إلى مراجعة جدية بالإجراءات يعني ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا ودمج الدعم الشعبي والاستفادة من قدرات البلد فيه فرصة لتحسين ولكن نحن أمننا سياسي بانتياز بكل أسف الأمن أين مكان هو السياسي؟ تحديدا هذا النوع من الأمن هذا لا يمكن أن تقيده لا يمكن أن تراقبه كثيرا دائما عندما نقترب من استحقاقات مثلا انتخابية أو كذا وكون هناك خلافات سياسية تلقي بظلالها على الملف الأمني وهذا حقيقة مؤسف أن يبقى في البلاد بعد 14 عام مساومة يعني مساومة في السياسة على الموضوع الأمني لا ليس العراق لوحده في هذا المأزق في موضوع أمني آخر أمن وطني أو أمن قومي موضوع كردستان العراق لا نريد الانفصال التام ماذا تريد كردستان يريدون في كردستان العراق؟ والله قصة كردستان قصة صباحة الحقيقة الكرد ساهموا كثيرا وكانوا عنصر فاعل وأساسي وكبير جدا في صياغة الدستور العراقي المادة الأولى من الدستور العراقي تعرف العراق على أنه هو جمهورية فدرالية نظام الحكم فيه نيابي برلماني اتحادي وأن هذا الدستور هو ضامن لوحدة العراق هذه العبارة في المادة الأولى من الدستور ضامن لوحدة العراق وأعتقد كان لهذا قالوا ليس نريد الافصال التام ولكن حتى التعديلات أو الشرط يعني الكرد كانوا مساهمين كثيرا في وضع الشرط لتعديل أي مادة دستورية يجب أن يحظى بموافقة ثلثي ثلاث محافظات إجراء الاستفتاء لتعديل أي مادة دستورية يحتاج يعني إذا اعترضت ثلثي ثلاث محافظات تفشل عملية التعديل هذا كان ضمان حقيقة للحق الكردي وكان شرط كردي أكثر باعتبارهما ثلاث محافظات فلذلك أي مادة دستورية لا يمكن أن تعدل إذا اعترضت ثلثي ثلاث محافظات ممن يحق لهم حق الانتخاب فالحقيقة هم كانوا مساهمين بشكل كبير أنا في تقديري الأولا نتفق على مسألة أساسية أن ليس كل الأحزاب الكردية متفقة على هذه السياسة التي تدعو إلى الانفصال أو الاستفتاء ودائما ما أكرر أن غياب الرئيس مانجلال عن الساحة السياسية غابت معه الحقيقة جزء غير قليل من الحكمة في إدارة الأشياء وفي النظر لقرار الانفصال الكردي حقيقة نكون صريحين فيه هو ليس قرار محلي ولا أقليمي ولا حتى دولي بدون توافق هذه الأضلاع الثلاث للمثلث أقليمي ومحلي ودولي لا يمكن أن يتحقق الانفصال تجربة أقليم كردستان من عام 2003 لحد هذا اليوم هي الحقيقة ليس كل الشعب العراقي راضي عنها يعني السكان الوسط والجنوب مثلا ليسوا راضين على لأن هناك مكاسب كثيرة تحققت للشعب أو لحكومة أقليم كردستان هي تصدر جزء كبير من نفطها عائداتها إلها هناك امتيازات أصبحت المواطن من العراق من مناطق العراق والأخرى لا يدخل إلا بإجراءات معينة هناك ممثليات إلها في السفارات العراقية خاصة بإقليم كردستان وحدات قوات البياشمرقة رغم أنه جستورية يفترض تحت سيطرة القائد العام من القوات المسلحة ولكن الواقع الفعلي رئيس الإقليم هو القائد الأعلى لقوات البياشمرقة وتعمل إلى حد كبير باستقلال على الحكومة العراقية هناك خلاف على عائدات القمارق من الحجود مشاكلها مع الحكومة الاتحادية فهذه مشاكل حقيقة تحققت إلها امتيازات كبيرة أنا من وجهة نظري أقول أن الكرد لم يعد يرضيهم الفدرالية هم يطمحون إلى شيء أكبر من الفدرالية كأن تكون قوم فدرالية إلى حد ما هذا احتمال والاحتمال الثاني الحقيقة هم دائما ما يعلون سقف المطالب لتحقيق مكسب كبير لأنهم أكثر الأطراف تنظيما أصبحوا في الساحة العراقية ماذا يريدون الآن؟ هم عادة ما يأتون إلى بغداد يأتون دائما موحدين إلى أحد كبير فأعتقد أصبحوا طموحاتهم لم تعد تلبيها الفدرالية يطمحون إلى شيء أكبر كأن تكون الفدرالية ولكن اليوم أصوات أخرى هناك رئيس الجمهورية كردي مناصب أساسية ومهمة للكرد العراقي طبعا بالمناسبة رئيس الجمهورية من القومية الكردية ورئيس الجمهورية وحامي الدستور والدستور يقول أن هذا الدستور هو ضامن لوحدة العراق الحقيقة الجناح الأقوى الذي متحمس يدعو هو جناح السيد البرزاني ولذلك هو حتى الحركة هو السيد رئيس الأقليم أو رئيس الوزراء وأيضا وزير خارجية السابق الأستاذ هوشيار زيباري اللي شفنا تصريحه قبل قليل وتصريحه أكثر واقعية أن هذا الاستفتاء لا يؤدي إلى الانفصال بشكل آخر أنا أعتقد هو واحد من الاحتمالين هذه المطالب العليا هم يعون حقيقة صعوبة تحقيق الانفصال الوضع الإقليمي والدولي والمحلي لا يسمح بذلك على الأطلاق ربما إذا كانت هناك خطوة من طرف واحد ربما ستنسف مكاسب كبيرة حتى حققت لهم في الآي لأي المرحلة مكاسب من العراق مكاسب كبيرة الحقيقة اليوم كان هناك اتصال بين رئيس الوزراء اليوم أو البارحة بين رئيس الوزراء السيد العبادي والسيد البرزاني أنا أعتقد هذا الاتصال جرى بعد الاحتجاجات الكبيرة الدولية والإقليمية والمحلية على أن لا تكون هناك خطوات من طرف واحد يجب أن يتفق على هذه الأشياء والاحتمال الثاني كما ذكرت هو نحن مقبلين على استحقاقات انتخابية وربما تصعيد سقف المطالب لتحقيق أشياء أكبر في المفاوضات هل المطالب الأقل في المفاوضات هل هناك من يدعمها؟ هي القصة أعتقد القصة الأكبر في قصة النفط وقصة تصدير النفط وعائدات النفط من فترة الثانية قبل فترة كان هناك وفد من أقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء الأقليم السيد نجرفان برزاني إلى روسيا وأيضا وقع اتفاقات مع شركات روسية وأيضا عندنا مشكلة كاركوك كاركوك يعني إلها وضع خاص ومعقد وحتى هناك نص بالدستور العراقي على أن هناك مناطق المتنازع عليها يجب أن تحل وفق أليات دستورية تعطل هذا الحل كثيرا الكرد اليوم فرضوا واقع بحكم تواجد قواتهم الأطراف العربية غير موافقة بالمناسبة أقليم كردستان حقق يعني مساحة قطع شوط كبير جدا من علاقات دولية أصبح هو شريك لبعض القوى الدولية أكثر من الآخرين تركيا مثلا تركيا رغم علاقاتها التجارية الكبيرة ولكن عبرت عن انزعاجها الكبيرة للبارحة وعدم موافقاتها علىها ولكن مصالحها التجارية كبيرة مع حكومة أقليم كردستان القصة الحقيقة يعني لا يمكن لأي طرف منفرد يستطيع أن يقرر هذا الشيء إلا باتفاق الجميع وأنا أقول داخليا وأقليميا ودوليا غير هذا الحقيقة ما تركب المعادل نعم يعني حتى الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يقول بأنه الكردستان هو جزء من العراق يعني لا يمكن اعتباره بغير ذلك سنتابع النقاش ولكن نذهب إلى الميادين نت إلى الميادين نت والتفاصيل الميادين نت أبواب جهنم تفتح على قطر مآلات النار محمد بكر تملك قطر جملة من الأوراق التي ستسعى لاستخدامها إذا تطور مشهد الصدام السياسي الحاصل لمستوى المواجهة ولسيما أن الأمريكي اكتفى بإصدار بيان بارد للخارجية الأمريكية دعت فيه الأفريقاء إلى الحوار وأن جميعهم على درجة وحيدة من الأهمية بالنسبة لواشنطن من دون الإشارة أو التحذير من مخاطر تدخل عسكري من هنا يبدو التحول القطري لمسارات المعسكر الآخر فيما لو تقررت المواجهة أكثر ترجيحا ولسيما أن أطرافا بعينها تعاملت بإيجابية مع الجديد الخليجي الحاصل لم تتلك في مد جسور التعاون والتنصيق بدأتهما إيران عندما أعلنت استعدادها لتزويد قطر بكل ما يلزم من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية وكذلك اتصال لافروف بنظيره القطري وأيضا لقاء بوكدانوف السفير القطري في موسكو التحول القطري لمحور موسكو ربما يكون الخيار الوحيد للدوحة ولسيما إذا ما نفضت أيديها من أي دور أمريكي فاعل ينهي الصدام الحاصل تماما كما كان إبان إطاحة الشيخ حمد حكم والده خليفة هذا التحول سيكون له تدعيات مهمة في جبهة المواجهة في جغرافيا أخرى ولسيما جبهة سوريا إذ تملك قطر كثيرا من المعلومات والتحركات لعدة فصائل محسوبة عليها وكانت تدعمها في الميدان السوري من الأوراق الأخرى التي في حوزة قطر هي الورقة التركية التي يظهر فيها أردوغان في أسوأ علاقته سواء مع العربية السعودية ومصر وحتى مع الولايات المتحدة ولا سيما بعد لقائه الفارغ من أي حصاد مع ترامب هل تنتهي الأزمة مع قطر بإجابة سريعة؟ صعبة حسب الدفع حسب الدفع وصل الجواب الجواب يكفي حسب الدفع طب هل تدفع قطر؟ تدفع قطر تدفع قطر على فكرة قطر عادة أوراق كثيرة تلعب بها ما أنه سهلة مثل؟ لوبياتها قوية أيضا ولا شو هل هجم على دول أهلات؟ بالضبط أيضا في تصريح حرفها مع الأخوان منه سهل طبعا أكيد هذا موضوع ولكن موضوع إلى أي حد ممكن أن تلعب بهذه الورقة والأخوان خسروا في كل مكان تحديدا في سوريا الضغط لا عفوا بمصر لا بس الضغط عليها بهذا الطريق يولد مشاكل التفاهم هو الطريق الأنجع بصراحة لليحل هذه المشكلة فرض الأشياء بالقوة رجعنا إلى نفس المربعة لخلق المزيد من الإرهاب ولكذا طب غير ورقة الأخوة المسلمة هل هناك من ورقة من أوراق لدى لوبياتها الاقتصادية قوية جدا أكثر بلد دخلتها أموال هائلة من التسعينيات لحد الآن هو قطر حقيقة مصالحة تجارية كبيرة جدا مع دول أساسية ومهمة في العالم طب عندها لابد من السؤال لماذا فتحت النار على دولة يعني لا يمكن الاستمرار بعدائها أو استعدائها خلط الأوراق مفيد في هذه المرحلة تحالفات جديدة لو تلاحظين كل مقررات قمة الرياضة الكبيرة ماذا كانت تعني؟ كانت تؤدي إلى شيء واحد وبقاء الفوضة بالمنطقة وبقاء إسرائيل هي القوة الكبرى الوضعي حتى في العقود التي وقعتها الولايات المتحدة بقيمة 110 مليار تدقيق بسيط بالمواصفات الفنية للأسلحة بقاءة القوة الأكبر هي إسرائيل في المنطقة على كل حال يعني حتى يعني بعدها بدء الأزمة مع قطر كان هناك تصريح لترامب يقول أنه نتائج قمة الرياض بدأت تتبلور أكثر فأكثر ونحن نحصد النتائج في منطقة الشرق الأوسط أحد يقدر يجاوب يقول على مين هذا الكلام على مين يعني لا هذا يعني أنه هو داخل في هذا الموضوع أكيد طبعا لا هذه النتائج التي يريد أن يحصدها صدية طبعا على مين صدية بوش الأبن في تجربته كانت أيضا قليلة تجربة سيروا المحافظين الجدد وبعض الأطراف الإدارة السياسية إلى فوضة وجعل هناك فوضة بالمنطقة الخوف هنا من إعادة تسيير ترامب إعادة تسيير ترامب لذلك اللاحظ هناك في تناقضات أصبحت واضحة جدا في حديث ترامب وفي تطبيقها فالخشية من محاولة تسييسها وحتى نقلنا لهم بالعراق نقلنا لهم تجربتين نقلنا لولايات المتحدة أولا كل واحد إجا جاب أقاربة حوله ترامب عملها واليوم أيضا عدنا نحن بالعراق وحدة من مشاكلنا كل شيء بالوكالة اليوم عدد كبير جدا من المواقع المهمة ترامب لم يبعثهم إلى الكونغرس خوفا من عدم تمريرهم وبالنتيجة أن يعملون بالوكالة حافظ عليه كمستشارين بالوكالة بالوكالة كمستشارين المواقف الإيرانية حاليا التي ظهرت للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي حاول موضوع كردستان كيف تفسرها بأي خانة تقع موضوع أن وحدة العراق هي التي تضمن حقوق جميع العراقيين وكردستان جزء من العراق أولا هذا موقف الإيران الثابت وموقف تركيا الثابت والحقيقة ليس حبا بالعراق ولكن تعرفين ارتدادات هذه المشكلة إذا انتقلت إلى الحجود السبب المشاكل لأن الكرد هم يسكنون تركيا وإيران والعراق والسوريا وبالتالي هناك كثير طموح أكبر لدى الأكراد الموجودين الكرد أيضا تحمسوا كثيرا نتيجة المكاسب التي حققت على الأرض السورية ولكن ببقاء تركيا قوية وإيران قوية صعب تحقيق هذه المكاسب يعني الطموح الزائد عن حد قد يرتد عكسيا يعني واحد يكتفي بما عنده أفضل بما تبقى لدينا أيضا من وقت قليل ربما دقيقة ونصف الموضوع انتخابات في بريطانيا برأيك هل ستكون هناك حكومة أتلافية حتما رأس ستكون حكومة أتلافية لا طرف حقق الأغلبية هي عادة عن حكومة أتلافية ليست هي الحكومة الأقلية لا لا عادة هي جرت مرة واحدة في تاريخ بريطانيا حكومة أتلافية في عام 2010 في انتخابات 2010 لم لا حزب لا العمال ولا المحافظين حققوا الأغلبية تتحالفوا الحزب الديمقراطي الليبرالي مع المحافظين وشكلوا الحكومة في الانتخابات التي جرت قبل سنتين حقق حزب المحافظين الأغلبية وشكل حكومة بأرياحية مع رئيس الوزراء السابق كاميرون تيريزا ميل حقيقة هي هذه حكومات تحترم شعوبها لما صوت الشعب البريطاني بخروجها من الاتحاد الأوروبي تيريزا ميل حقيقة شافت الأجوام وهيئة بالداخل لصالح حزبها فكانت تريد أن تذهب إلى المفاوضات قوية ومؤيدة بقوة كبيرة من الشعب أنا في تقديري الأحداث الأرهابية الأخيرة التي جرت في لندن ألقت بظلالها على المشهد وهذا الذي جعل من المحافظين يخسرون العديد من مواقعهم لأن حزب العمال كان أكثر صراحة جرامي كوربن عندما كان يتحدث في انتقاداتها أو في تعليقها على الأحداث التي جرت الإرهابية التي جرت في لندن كان يتحدث على أن يجب أن نخوض حديث صعب وواضح مع حلفائنا الخليجيين وبالتحديد السعوديين حزب العمال يتحدث بأن التأثير المدارس الدينية الموجودة التي تدعمها السعودية تؤثر كثيرا في عملية التطرف الذي يؤدي إلى إنتاج فكر ومن نتيجة يؤدي إلى عمليات إرهابية والمحافظين الحقيقة لا ينظرون لهذه الأشياء ينظرون إلى المصلحة الكبرى بغض النظر عن التفاصيل براغماتين أكثر من العمال ولكن الذي ألقى بضلالة في هذه الانتخابات أن البريطانيا انكفأت كثيرا عن الشأن الدولي أصبحت همومها داخلية أصبحت معركتها أو كيف الخروج بطريقة سلسة تضمن لها حقوق من الاتحاد الأوروبي وحياة المواطن البريطاني ومواجهة الصعوبات الاقتصادية هي التحدي الأكبر وهذه نقطة التحول الكبيرة التي حصلت في هذه الانتخابات ولكن ستترك الحكومة التلافية حتما للأسف انتهى الوقت الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور خالد العقوبي شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفدتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد ترجمة نانسي قنقر